المجموعة الافريقية لاستراتيجيات التعدين كان يسهل تعاون الدولي في قطاع المعادن والتعدين بين البلدان الافريقية ويعمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين والمملكة العربية السعودية لتسخير امكانات المعادن الحيوية لتحقيق المنفعة المتبادلة ويأتي حفل التوقع والتصديق على ميثاق مجموعة استراتيجيات التعدين الافريقية هذه بهدف فتح الطريق امام المجموعة للعمل في شاد وفق ما تقتضيه الشروط والقوانين العملية حضر المناسبة وزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الافريقي والشادين بالخارج وتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا دورنجيالكسي نينباي والامين العام للمجموعة الافريقية لاستراتيجيات التعدين انجادو موزيس ميكايل بعد التوقيع على الاتفاقية اوضح الامين العام ان المجموعة امشئت بهدف تطوير قطاع التعدين وفتح فرص لشباب الافريقيين للعمل من خلال استغلال الموارض الطبيعية التي تزغر بها القارة الافريقية مؤكدا بالاهمية البالغة لهذه الاتفاقية ذاكرا في ذات السياق ان المجموعة تعمل لاجر مصدحة المواطنين وذلك من خلال التعاون المشترك مع الحكومة وفقا لوزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا دورنجيالكسي نينباي فان الفرصة التي يمثلها اطار المشاركة والتعاون والتفكير والتشاور والعمل لضمان التنمية المسؤولة والملائمة والدعم لقطاع التعدين الشدي وقالت انه على الرغم من كونه واعدا للغاية بسبب تنوع الموارد التي يتميز بها الا انه لا يزال في مرحلة مبكرة ويستفيد من التجارب الناجحة للدول العضوى في المجموعة ويدخل ذلك ضمن برامج رئيس الجمهورية محمد ادريس ديبيدنون فيما يتعلق بجودة ترقية وتطوير القطاع هذا وللعلم ان قرار انشاء المجموعة الافريقية لاستراتيجيات التعدين دخل حيث التنفيذ في 7 فبراير عام 2024 بعد التصديق عليه من قبل سوريسي الدول الاعضاء المؤسسة بما في ذلك تشات